أدى المستشار عدلي عبدالفتاح زايد اليمينة الدستورية رئيساً لهيئة النيابة الإدارية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقصر الجمهوري بمدينة العالمين الجديدة أوضح المتحدث باسم الرئاسة أن رئيس السيسي قد منح المستشار عزة أبو زيد عبدالرحمن رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراً لخدماته الجليلة للدولة قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح السيد المستشار عزة أبو زيد عبدالرحمن أبو زيد سلام رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراً لخدماته الجليلة للدولة قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار عدلي عبدالفتاح جاد زايد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية اعتباراً من 1-9-2022 أقصروا لله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالزمة والصدق وأن أحتدم الدستورة والطميم